السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في تقويم ودعم الوحدة الخامسة إذن نص الانطلاق هو بعنوان من ذكريات رائد فضاء وكما يظهر في الصورة هناك رائد فضاء يقوم بمهمة وهو يسبح في الفضاء الإنجاز المهمة التي كلف بها إذن سنكتشف هذا النص أكثر من خلال قراءته تابعوا معي إذن لدينا من ذكريات رائد فضاء كان ذلك من رحلة الفضائية الثانية التي كلفت فيها بإصلاح التليسكوب هابل الذي تعطلت خدماته في الفضاء نظرت إلى كوكب الأرض الجميل وفكرت ثم قلت في نفسي هناك مليارات من البشر الآن في الأسفل تنتظر كنت على وشك الفشل في عدم القدرة على إصلاحه رغم خبرة الطويلة في الموضوع فشعرت بالوحدة العميقة والخيبة وبدأ الظلام الدامس الدامس يحفني والبرد القارس القارس يرجف جسمي غياب كامل للضوء أضيف لوحدتي لكن توقفت عن هذه الهواجس المرعبة على الفور وقررت أنه لا مكان للذعر هنا فبدأت أعالج المشكلة واستمرت محاولاتي حتى مع بدء تناقص الأكسجين والاحتمالات المقلقة الأخرى إلى أن نجحت في النهاية بإصلاح التليسكوب وتمكنت من العودة إلى المحطة الفضائية بعد 16 ساعة من العمل الدؤوب الذي عاد بالنفع على البشرية لقد غردت من الفضاء لأكون أول رائد فضاء مناد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إذن هذا هو النص سنمر لإنجاز ما يتعلق به من أنشطة إذن نبدأ بالفهم القرائي أبحث عن خريطة كلمة استمر إذن كلمة استمر سنقف على الصياق الذي جاءت فيه في النص إذن وردت في هذا الصياق واستمرت محاولاتي حتى مع بدء تناقص الأكسجين إذن استمرت محاولاتي أي تواصلت محاولاتي واسترسلت محاولاتي حتى مع بدء تناقص الأكسجين إذن استمر في هذا الصياق فهي بمعنى تواصل وممكن أن تعني أيضا دام استمر العمل 16 ساعة كاملة أي دام 16 ساعة كاملة إذن استمر أولا من حيث النوع استمر يستمر إذن هي فعل ماض إذن فعل في زمان الماضي إذن فعل ماض قلنا مرادفها استمر أي تواصل ودام إذن تواصل أو دام أما ضدها فهو توقف إذن استمر العمل أو توقف العمل ثم تركيبها في جملة إذن مثلا يمكن أن نقول استمرت رحلة رائد الفضاء مدة طويلة إذن استمرت إذن قلنا استمرت رحلة رائد الفضاء مدة طويلة إذن هذه هي خريطة كلمة استمر نمر للسؤال الثاني أحدد دور الرائد الفضائي في النص إذن سنعود للنص لنحدد دوره إذن في النص نجد كان ذلك في رحلة الفضائية الثانية التي كلفت فيها بإصلاح التلسكوب هابل الذي تعطلت خدماته في الفضاء إذن دوره في النص هو إصلاح التلسكوب هابل الذي تعطلت خدماته في الفضاء إذن دور الرائد الفضائي في النص هو إصلاح التلسكوب هابل الذي تعطلت خدماته في الفضاء ثم نمر للسؤال الثاني أحدد خدمات التلسكوب هابل إذن ما دوره هذا التلسكوب؟ إذن طبعا فخدمات التلسكوب هابل هي مساعدة علماء الفلك على رؤية الكون بشكل واضح إذن مساعدة علماء الفلك على رؤية الكون بشكل واضح هذه هي خدماته سؤال المولي أعطي عنوانا آخر للنص إذن هذا النص كما رأينا فالكاتب أو هذا الرائد الفضاء فهو واجه أو قام بمهمة صعبة ومهمة لم تكن سهلة أبدا وكان الهدف هو إصلاح التلسكوب هابل لذلك يمكن أن نقترح كعنوانين مثلا العنوان الأول ممكن أن نقول مهمة ناجحة أو مهمة صعبة ولكنها في الأخير كانت مهمة ناجحة إذن هذا عنوان مناسب وعنوان آخر ممكن أن نقول إصلاح التلسكوب هابل إصلاح التلسكوب هابل ثم في نظرك ماذا ينتظر الناس في الأرض من الرائد في الفضاء إذن هو يقول تذكر أن المليارات من البشر ينتظرونه على كوكب الأرض إذن ماذا ينتظرون منه؟ إذن طبعا فهم ينتظرون أو ينتظر الناس في الفضاء في الأرض من الرائد في الفضاء ينتظرون منه إصلاح التلسكوب هابل إذن هذا ما ينتظرونه منه ثم سؤال المولي لدينا أبد رأي في النص إذن من خلال قراءتنا للنص فهو نص يتحدث عن مغامرة صعبة وقام بها رائد الفضاء من أجل المنتظرين من البشر وتحدى الصعاب والعراقي التي واجهته وقام بمهمته بنجاح ولهذا يمكن أن نعبر عن إعجابنا بالنص فنقول أعجبت بمغامرة رائد الفضاء التي كانت صعبة وواجه فيها الكثير من الصعاب إلا أنه تحد كل العراقيل من أجل الناس الذين ينتظرون على كوكب الأرض ننتقل الآن لما يتعلق بالظواهر اللغوية إذن أنقل على دفتري ما كتب باللون الأخضر ثم أشكله إذن سنعود لشكل ذلك في النص إذن لدينا نظرت إلى كوكب الأرض الجميل إذن إلى كوكب الأرض الجميل ثم لدينا أيضا فشعرت بالوحدة العميقة إذن بالوحدة العميقة ثم وبدأ الظلام الدامس الدامس وأيضا لدينا لأكون أول رائد فضاء مناد مناد يستخدم وسائل التواصل تواصل لاجتماعي إذن هكذا سنشكل ما هو مطلوب منه النشاط الموالي أنقل الجدول على دفتري ثم أتمم بما يناسب إذن في هذه الخانة لدينا الأفعال المجرد الثلاثية ثم هنا اسم الفاعل لاحظوا هنا لدينا اسم الفاعل قارس إذن قارس هو اسم فاعل على وزن فاعل لأن فعله ثلاثي ونعلم أن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي فهو دائما يصاغ على وزن فاعل إذن فاعل قارس والفعل هو قارس إذن قارس 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 ثم هنا لدينا الفعل إذن حصل سنصوغ منها اسم الفاعل على وزني فاعل إذن ماذا سنقول قارس قارس حصل حاصل على وزني فاعل إذن حاصل حاصل على وزني فاعل ثم هنا لدينا الأفعال المزيدة ومضارعها ثم اسم الفاعل إذن في هذا الجدول سنصوغ اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي أي الأفعال المزيدة لدينا فكرة إذن فكرة فهو فعل مزيد بحرف واحد هو التضعيف فكرة إذن سنحولها إلى المضارع ماذا سنقول فكرة يفكير يفكير ثم اسم الفاعل إذن اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي ماذا نفعل نحول الفعل إلى المضارع مثلا هنا فكرة يفكير ثم نبدل حرف المضارع بميم مضمومة ونكسر ما قبل آخره إذن حرف المضارعة هنا هو الياء إذن نبدله بميم مضمومة هكذا ثم نكسر ما قبل آخره فنحصل على مفكير مفكير هكذا إذن فكرة يفكير مفكير إذن مفكير مفكير ثم هنا لدينا هنا نركنو حد الخطأ ديرنا معطل معطل نرى اسم مفعول ماشي اسم فاعل إذن نخصي ديرنا هنا معطيلون معطيلون هنا يخصي ديرنا إذن معطيلون هي أيضا من فعل عطالا إذن عطالا مضارعها يعطيلو يعطيلو إذن يعطيلو معطيلون إذن حتى هنا نبدل حرف المضارع لهو الياء بميم مضمومة ونكسر ما قبل آخره فنحصل على معطيلون ثم الجدول الموالي أنقلوا الجدول على دفتري ثم أتمموا بما يناسب إذن هنا متعلق بإسم المفعول من الفعل الثلاثي والفعل غير الثلاثي نبدأ بالأفعال المجرد الثلاثية أي من الفعل الثلاثي لدينا نفاعة إذن سنصغ منها اسم المفعول إذن اسم المفعول من الفعل الثلاثي فهو يصاغ على وزن مفعول إذن كتب مكتوب سأل مسؤول دفع مدفوع دائما على وزن مفعول إذن نفع ماذا سنقول على وزن مفعول سنقول منفوع إذن نفع منفوع على وزن مفعول ثم محصول إذن محصول فعلها هو حصل إذن حصل محصول حصل محصول ثم نمر لجدول متعلق بالأفعال المزيدة إذن لدينا احتوى إذن هذا فعل مزيد سنحوله إلى المضارع ماذا نقول احتوى يحتوي إذن احتوى يحتوي يحتوي ثم سنصغ منه اسم المفعول إذن اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي نبدل حرف المضارع بميم مضمومة ونفتح ما قبل آخره مثلا هنا لدينا احتوى يحتوي إذن يحتوي ماذا سنفعل سنبدل حرف المضارع عليه وليا بميم مضمومة هكذا ونفتح ما قبل آخره إذن سنحصل على إذن عواب الكسرة سنفتح ما قبل آخره والكسرة تناسبها الآلف المقصورة إذن محتوى إذن محتوى إذن هذا هو اسم المفعول من الفعل يحتوي إذن محتوى أو محتوى مدام أنه ناكر ممكن قول محتوى أو محتوى ثم هنا مكلف إذن فعلها هو كلف إذن كلف يكلف يكلف حتى هنا يفي يكلف لاحظوا يكلف تغييرات التي سنقوم بها سنبدل حرف المضارع بميم مضمومة ونفتح ما قبل آخره سنحصل على مكلف مكلف إذن كلف يكلف مكلف هاي عندنا هنا إذن كلف يكلف مكلف ثم النشاط الموالي أرسم الجدول على دفتري وأتمم كل فراغ بما يناسب انطلاقا من النص إذن إن رحلة إنها رحلة الفضائية إذن المنعود هنا ما هو هو رحلتي نعتناها بالفضائية إذن النعت هنا هو الفضائية إذن إنها رحلتي الفضائية إذن إنها رحلتي الفضائية ثم عندنا هنا يناد عندنا الجميل إذن سنبحث عن جملة ونحدد المنعود والنعت هو محدد هنا إذن نعت هو الجميل إذن سنعود للنص إذن عندما نعود للنص نجد الجميل هنا في هذه الجملة نظرت إلى كوكب الأرض الجميل إذن هذه الجملة ففيها نعت ومنعود إذن المنعود هو كوكبي والنعت هو الجميل ثم أيضا سنبحث عن جملة أخرى تتضمن نعت ومنعود مثلا أن هذه الجملة رغم خبرتي الطويلة في الموضوع إذن أيضا هنا خبرتي منعوت والطويلة نعت أيضا لدينا جملة أخرى شعرت بالوحدة العميقة إذن العميقة هنا نعت والوحدة منعوت أيضا ممكن أن نضيف هذه الجملة بدأ الضلام الدامس إذن الدامس هنا نعت والظلام منعوت إذن هذه الجملة التي حددنا سنوظفها ونستعملها في الجدول إذن هنا يبعد نصح هنا أن الجميل وليس الجميل إذن الجملة كما شفناها في النص هي نظرت إلى كوكب الأرض الجميل إذن نظرت إلى كوكب الأرض الجميل ثم المنعوت هنا هو كوكب إذن كوكب هو المنعوت ثم جملة أخرى لدينا رغم خبرتي الطويلة في الموضوع قلنا النعت هنا هو خبرتي أو عفوا المنعوت هو خبرتي إذن خبرتي هو المنعوت ونعتها هو الطويلة إذن هو الطويلة ثم جملة أخرى شعرت بالوحدة العميقة إذن شعرت بالوحدة العميقة إذن المنعوت هنا هو الوحدة والنعت هو العميقة إذن النعت دائما يطابق المنعوت في جميع صفاته وحركاته وجملة أخيرة لدينا بادى الضلام بادى الضلام الدامس بحيث المنعوت هنا هو الضلام وباش نعتناه نعتناه بالدامس إذن دائما نعت يتبع منعوته في جميع صفاته وحركاته ثم لدينا أستخرج كلمات التوكيد اللفظي من النص إذن كما نعلم فالتوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ إذن سنستخرج ذلك من النص إذن لاحظوا بالعودة للنص نجد فشعرت شعرت إذن لدينا هذا شعرت ثم لدينا بدأ الضلام الدامس الدامس إذن أيضا الدامس ثم والبرد القارس القارس إذن هنا ثلاث كلمات هي عبارة عن توكيد لفظي إذن سنسجل هذه الكلمات إذن قلنا شعرت إذن شعرت والدامس والقارس إذن كل هذه الكلمات فهي جاءت توكيدا لفظيا في النص بإعادة هذا اللفظ شعرت شعرت الضلام الدامس الدامس القارس القارس إلى غير ذلك ثم أتمم الجملة الآتية بتوكيد معنوي مناسب إذن هنا لدينا رجع الرواد إلى الأرض سالمين إذن لاحظوا هذه الكلمة الرواد ركن خاصة تكون من بعد الفعل وعادي يجي من مراها توكيد المعناوي حيث توكيد المعناوي دائما يتبع المؤكد المؤكد كي يكون قبل منه لذلك غنديروا هكذا رجع الرواد ونحذفوها من هنا ونكملوا بتوكيد لفظي مثلا ونقولوا رجع الرواد كلهم كلهم إلى الأرض سالمين ثم أصلح الرائد أعطاب التليسكوبي إذن هنا ممكن نقولوا أصلح الرائد نفسه نفسه أعطاب التليسكوب ثم حضر إلى قاعة الاجتماع المهندس نستعمل هنا عينه المهندس عينه ثم نزلت من المكوك الفضائي الرائدة نفسها إذن الرائدة نفسها أو عينها كلاهما صحيح بعد ذلك لدينا أرتب الكلمات الآتية في الجدول لدينا هؤلاء طاوص أولئك داود ولكن إذن هنا يبغينا إسم تحدث ووه رسما وتثبات نطقا إذن الإسم اللي كنت تحدث الواو دياله رسما وتثبات نطقا ستكون أنها هي طاوص إذن هذا إسم عادي أما داود فهو إسم علام أو إسم شخص إذن سنستعملها هنا إذن هنا سنستعمل طاوص ثم إسم شخص تحدث الواو فيه رسما إذن هو هذا داود إسم شخص أو إسم علام ثم إسم إشارة إذن إسم إشارة اللي عندنا هنا إسم إشارة عندنا أولئك وعندنا هؤلاء إذن أولئك وهؤلاء تحدث فيها الألف رسما وتثبت نطقا إذن هؤلاء هؤلاء وعندنا أيضا أولائك أولائك ثم حرف ناسخ أو ناسخ حرفي يحدث ألفه رسما ويثبت نطقا ولكن إذن لكن هذا ناسخ حرفي ثم بعدها أدخل التنوين على الأسماء الآتية رفعا ونصبا وجرا إذن سماء سماء هذا إسم ممدود إذن الإسم الممدود يعامل معاملة الإسم الصحيح بحيث يرفع بالضمة فنقول سماء هكذا وينصب بفتحتين على آخره فنقول سماء هكذا ويجر بكسرتين فنقول سماء إذن يعامل معاملة الإسم الصحيح ثم راعي إذن راعي هذا إسم منقص والإسم المنقص تحدف ياؤه في النكرة وينون في الرفع والجر بكسرتين على آخره بينما في النصب لا تحدف ياؤه بل تزاد ألف وينون بفتحتين فوق الألف إذن قلنا في الرفع ستحدف ياؤه وينون بكسرتين على آخره هكذا سنقول راعي نفس الشيء في الجر هكذا راعي إذن تحدف ياؤه وينون بكسرتين على آخره أما في النصب فنقول راعيا بحيث لا تحدف ياؤه وتضاف الألف وينون بفتحتين فوق الألف أما فتا هذا اسم مقصور إذن الاسم مقصور في الحالات الثلاث ينون بفتحتين على آخره أي على الآلف فنقول فتن هكذا فتحتين فوق الألف فتن هكذا فتحتين فوق الألف ثم فتن هكذا أيضا فتحتين فوق الألف انتعا